سؤال ليش المغناطيس يجذب الحديد وما يجذب الخشب شوف أول شغلة لازم نعرف شنو معنى الذرة الذرة هي أصغر جزء من العنصر الكيميائي واللي يحتفظ على الخواص الكيميائية للعنصر وتكون الذرة غير قابلة للانقسام تتكون الذرة من سحابة من الشحنات السالبة اللي يسموها الكترونات وهذه الكترونات تدور حول نواة صغيرة كلش وتكون بالمركز وتكون موجبة الشحن وعنصر الحديد يعتبر من المواد الفيرومغناطيسية أي أن الذرات اللي تكون مشكلة للعنصر تكون مغناطيسية يعني أن الألكترون الواحد للعنصر كأنما مغناطيس صغير غلاف الذرة بعنصر الحديد يتكون من الكترونات مشحونة كهربائية وهي تكون دائمة الحركة وأكو قانون فيزياء يقول أي شحنة كهربائية يتشكل دائر ما دائرها مجال مغناطيسي عالي وبالتالي تصير هذه الذرة كأنما مغناطيس ذري صغير وتصير قوة تجاذب بين المغناطيس وقطعة الحديد تخليهم لتسفون سوء أما في حالة تعرضت قطعة الحديد إلى مجال مغناطيسي قوي جداً فإن المغناطيسات الذرية لقطعة الحديد تحافظ على خواصها الجديدة حتى وإن أبعدنا المغناطيس الأصلي فتتحول قطعة الحديد إلى مغناطيس جديد وهي هاي الطريقة اللي يستخدموها بصناعة المغناطيسات الجديدة أما الخشب فيعتبر من المواد الدايا مغناطيسية ويحتوي على ألكترونات مزدوجة ونتيجة الحركة حول محوره يتولد عزم مغناطيسي مساوي للصفر وبالتالي ما يلزق بالمغناطيس ويعتبر عنصر الكوبلت والنيكل من العناصر المشابهة لعنصر الحديد من ناحية الجاذبية المغناطيسية وهذه كل مواد السالح